الحمد لله مكنت الأشغال المتمرة لهذه الجولة من الحوار الاجتماعي من اتخاذ الحكومة وشركائها الاجتماعيين لمجموعة من الإجراءات من أجل تحسين دخل كل أجراء القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام وكتم هذه الإجراءات جولة أبريل 2014 زيادة العامة في أجراء باقي العاملين في القطاع العام بمبلغ ألف درهم صافية شهريا هذا بعدما حسنت الحكومة من دخل 420 ألف موظف كنتمي القطاعات الطبية الوطنية والتعليم العالي والصحة كذلك نتخفيض على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأطارين شهري قد يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة ديال الدخل ورفع كذلك من سميك بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة وبذلك اغتفع الحد الأدنى للأجراء بالنسبة 20% منذ الوصول إلى هذه الحكومة وغفع ديال السماك بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة وبالتالي اغتفع الحد الأدنى للأجراء بالنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة وبهذا ومنذ انطلاق الحوار الاجتماعي يكون عدد المستفيدين في تحسين الدخل قد بلغ أبعاد ديال الملايين ومئتين وخمسين ألف منهم مليون ومئتين وخمسين ألف مضف في القطاع العام وثلاثة ديال المليون ديال أجير بالقطاع الخاص وهو ما يؤكد التوجه الديموقراطي والاجتماعي ديال الدولة ديالنا الحمد لله وبالموازات لإجراءات رفع من الدخل مكنت هذه الجولاء من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي سيستأنف مناقشته في البرلمان واحدة تكون في المناقشة في هذا الضوادي الأبريل واحدة إن شاء الله في الضوادي الأكتوبر كما ستنكب الحكومة بتشاوى مع الفرقاء الاجتماعيين واقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بشريعات العمل وبذلك تجدد الحكومة التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي تفعيلاً للرؤية الملكية السمية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي واشكراً لكم